أيها المتتبعون أيها المتتبعات السلام عليكم تحية لكل المناظمين والمعارضين في المغرب وخارج المغرب الموضوع ديلادنا وهو المغرب في المركز 123 في مؤشر التنمية البشرية لعام 2018 نشوف الخبر بالتي يقول لك صنفت الأمم المتحدة المغرب في المركز 123 في مؤشر التنمية البشرية لسنة 2018 من أصل 180 دولة شملها التصنيف ليحتفظ المغرب في نفس المركز منذ سنة 2016 يعني المغرب ما تحركش في التنمية البشرية منذ 2016 يعني العامل اللي دازه رتح جمت تزادت التنمية البشرية روخي تزاد تي جيفي وتزاد الطرقان وتزاد العمارات وتزاد الفناظق ولكن التنمية البشرية ما تزادت والو واحتلت النرويج المركز الأول في هذا التصنيف تاليها كل من سويسرا وأستراليا وإيرلندا وألمانيا وعربيين جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول حيث احتلت المرتبة 34 عالميا تاليها قطر في المركز 37 عالميا والسعودية في المركز 30 عالميا والبحرين في المركز 43 عالميا ثم سلطنتهم 48 والكويت 56 وفي شمال إفريقيا جاءت الجزائر في المركز الأول باحتلالها الرتبة 85 عالميا تاليها تونس باحتلالها المركز 95 عالميا ثم ليبيا في المركز 100 وتصور عباد الله ليبيا اللي كتعيش حرب وتقدمت على المغريب وليبيا اللي كتعيش حرب أهلية جاءت في التصنيف حسر من المغريب ليبيا جاءت في المركز 108 عالميا ومسر في المرتبة 115 والمغريب في المركز 123 مسبوقا بالسالفادور المركز 121 دوليا وقارقيقيزيستان 122 دوليا شوفوا الدول اللي جامعة المغريب في اللائحة هي السالفادور وقارقيقيزيستان ويعني المغريب في الترتيب كل من نيكاراقوا والرأس الأخضر وقواتيمالا التصنيف اعتمد على عدة معايير من بينها الناتج الداخلي الإجمالي والدخل الفردي وأمد الحياة وجودة التعليم نسبة البطالة المساوة بين الجنسين والمشاركة السياسية للمرأة ورفاهية العيش وجودة الرعاية الصحية بينما تصل نسبة الرضا عن جودة التعليم في النرويج التي حصلت على المركز الأول إلى 90% فإنها بلغت في المغرب 34% فقط كما تصل نسبة الرضا عن التغذية الصحية في النرويج 88% وصوصرا على 90% وألمانيا 85% فإنها تبلغ في المغرب 27% فقط ويصل هذا المؤشر في ليبيا التي سبقت المغرب إلى 42% ليبيا التي تعيش حرب أهلية تحصل من المغرب في التنمية البشرية وفي مصر إلى 36% والجزائر 38% وتصل نسبة التقى في القضاء بين المغرب إلى 28% فقط بينما تبلغ في النرويج 88% وصوصرا 78% وفنلندا 33% هامو المغربة تقول لك سيدي أن القضاء المغربي لا وجود له في المغرب وتبلغ نسبة التقى في الحكومة بالمغرب إلى 38% فقط بينما تصل في الدول التي تصدرت المؤشر إلى 72% اللي هي النرويج و82% في السويسرا وتصل نسبة الوفيات في صفوف الأمهات بالمغرب إلى 121 امرأة لكن مائة ألف في مائة ألف نسامة بينما لا تتجوز في النرويج التي احصلت صدارة الخامسة خمس نساء لكت مائة ألف نسامة وبينما تبلغ حصص المرأة في المقاعد البرنامانية في المغرب إلى 18% فقط فإنها تصل في النرويج إلى 41% وفي حين تصل نسبة السكان الذين حصلوا على تعليم عالي في النرويج التي تبوأت الصدارة إلى 81% فإنها تقف في المغرب عند نسبة 32% ويصل حجم الهضر المدرسي في المغرب إلى 7.4% بينما النرويج 0.4% وبينما يبلغ أمد العمر في النرويج 73 سنة فإنه يصل في المغرب إلى 65 سنة فقط وتصرف النرويج 7% من ناتجها الداخلي الخام على التعليم 7% من ناتجها الداخلي التعليم بينما في المغرب لم ينشر التقرير معطاية حول الموضوع وبقية خانة ما يصرف المغرب على التعليم فارغة المغرب لا يصرف على التعليم أي شيء وخاصة بعد الخوصصة التي سيعرفها التعليم أحد القديم سيعرفها المغربة عادت كتشفتهم أخرى أنه قال لك سيدي أن أي واحد يبني مدرسة يعني شيء واحد يكون عنده مدرسة خاصة أن الدولة ستساعده ستقدم له مساعدات مالية وهذا هو الشيء الخاطر لأنه مثلا المسؤولين سوف يبنيوا المدارس ولا يكريوا مدارس لكي يستغلوا هذه النقطة ويأخذوا يعني إعانات من عند الدولة والدولة تلقت هذه الإعانات من دول صندوق شيء حاجة الأوروبي اللي مخصصة للتعليم الخاص وهنا يدوك الناس الكبار اللي في الدولة سوف يبنيوا ولا يكريوا مدارس لكي يعلموا الناس بشي بشي غد يقدموا واحد تعليم مثلا عالي واحد تعليم عند واحد جودة عالية ولكن غير بشي تلقاوا المساعدات من الدول الأوروبية وهذا شيء خطير جدا يعني هنتم كتشوفوا المغرب لم يتقدم بينما هو في تأخر كل سنة كنعرفوا المراكز اللي في المغرب كلها كتنزل الجزائر أحسن منا اللي كتقولوا الجزائر فيها الجوع اللي بيا عباد الله اللي كتعيش حرب اللي بيا كتعيش حرب أهلية منذ سنوات جات جات حسن منا المؤشر ديال تنمية البشرية في اللي بيا حسن من المغرب وش علمنا يا با الله اللي لات إلى أين حتين غد تبقوا ساكتين آه المغربة آه المغربة المغرب را هو اللي سوق لني خاسق المغربة را كموليتوا عبيد را كموليتوا كتباعوا كتراو الاستثمارات الخارجية واللو كيجيبوتي يخدموكم انتم كعبيد الناس اللي كي يشتغلوا في المعامل خسكم تديروا الإضرابات خسكم تخرجوا تديروا تورا للزيادة في الأجور لأن هذيك الشركات اللي كتخدمكم را كتتخلص على دور هكوم الملاير لأن هذوك الناس اللي كتخدموا عندهم اللي كيصدروا المواد ديرهم من الخارج را كيبيعوا المواد ديرهم في الخارج ماشي بالتمن بحالة تصنعوا في المغرب ولكن كيبيعون بالتمن بحالة تصنعوا في الدول في الخارج ولكن هناك كان واحد تواطع ما بين الشركات اللي كتستمر في المغرب وبين النظام المغربي الذي يسمح لهم باستغلال المغاربة بأبشع استغلال وهناك في الأجور وأوقات العمل لأن هناك بعض الناس اللي يشتغلون اتناع عشر صعه في النهار ولكن تيعطيهم مية وخمسين الفرانك في الشهر را تشعش كتقول لكم ان كنتواطع ما بين النظام المغربي والامبريالي العالمية اللي كتزيد كتكتر من الاستثمارات في المغرب وهنايا كنشوفوا ان المغرب تيبيع المواطنين دياله للشركات الاجنبية للعمل في المعامل ديالها بأبخس الأجور نساء ورجال الناس يعاني والناس ملاقين في نسكنو وعادك تجي الدول المغربية تزيدك تركز الجهل والأمية ومباغي هذا الشيء وعاجب هذا الشيء والمغرب فرحان والمغرب فرحان يقول لك عايش الماليك الماليك هو الأمن وهو اللي يوفر لنا التلاحم وتوفر لنا هذه وتوفر لنا هذه ماهو ماهو يعني احنا كمناظرين وكمعارضين انا اقولها لكم من هنا وبصراحة انا انا ما عنديش استعداد غادير رجع للمغرب يعني المغرب تدارت فيه انقلاب ولا تبدل ولا بغيته ديره التغير مغيته انا ارى ما راجعش ما راجعش حسنا القادية اللي اخرى وهو انك ندير هاد الشيء رمشي كنديره زي ما اكين شاهد انت يقول لك هو ديره كديره وغير عباش كتشد الفلوس في اليوتيوب هانا نصح لكم هاد القادية هالي الشيء هاد القانات مثلا اللي عندي انا رمك ارمح فيها وين وبهاد الشيء هذا الشيء مثلا نكون غيرت هاد القانات وغاد نقنا نهضر فيها على على دنيا باطماء ونهضر فيها على الفناناء والفنانين 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 وذلك الشيء كم ظن ندخل فيها كتار من هاد الشيء اللي قد اعطيني ذلك يعني ما ومتى شيء واحد مشغله فيها والتوعي اللي كيعرف بيمش يقول هالي ولكن لا تنقولوا حشو ما احنا جينا لهذا البلاد وعرفنا الناس كيفاش عايشين وتعلمنا منهم ويعني كينش يحويج لما كتطلب مثلا بزافت المادة ولكتطلب مثلا مبالغ مالية كبيرة مثلك التعليم ولكن لك تعرفوا المالك ومالك في المغرب هو بزناس هذا المجرم ما هو مالك ولكن بزناس ومالك بزناس بزناس يفكر في الربح الدولار يدخل للعاقة ولكن بحاجة التعليم والصحة والساكن هذه ممكن يدخل هواله وتصور التعليم ومالك مثلا التعليم ومالك ووزرات الصحة لأنه ستدخل المالي لا تدخل هوالك لذلك لا يهتم بهذا الشيء هذا ولكن الخطأ الذي يدير هو أنه يسرق الفلوس لهذه الناس مثلا هذي الناس اللي في المغرب لا يطلبوه منك هذا الشيء سيتخلصوا من جيبك ما هذا الشعر المغربي؟ لا يطلبوه منك لتبليلي مدراسة من جيبك مثلا ولا تبليلي مستشفى من جيبك لا! لا يرزقوا ضرع بديالو واسيدي ضرع بديالو المداخل ديال الفوسفات افنا بديالنطاة منجه كل شيء أن twisted طلب من المغربي قمن الخيرresp getting like والفي الهجراء من المغرب ومع ذلك في المحار المغرب لا يطلب منكم من يصدق الصداقة يسبب أن تえっ Psych4 المغاربة الشعر المغربي لا لا يطلب من مدوا من طوabet لا في حكومة ولا في الدولة لا يطلبو المغاربة لا يطلبون صداقة والمغاربة لدى حقوق المغربية ماذا ستعطيه اليوم غير تدي وزيده في موادك وفي بوادك أعطيه المغاربة غير رزقهم المشروع مداخل الضرائب ومداخل التصدير والفوسفات والصيد البحري والفلاحة التصديرية المغاربة لا يطلبون شيئا أكثر من ما يستحقون المغرب لا يطلب لك سكني في العمارة دونالد ترامب المغرب يقول لك سكني غير في السكن في الكرامة ماذا عباد الله يتعلم غير رزقهم ماذا هذا هو الإسلام هذا ما تقولون انتم المسلمين ماذا هذا هو الإسلام كاتشو تسرقوا العرق دل عباد الله الدم دل عباد الله كاتشو تبرعوا بهم وفي الأخر يجي ذك رئيس الحكومة يقول لهم ما نحايده الدعم أخصكم واحد القادير ما عرف ما تسمع الدعم رامشي ذك الوزر يأتي لك من جيبه أو المالك سيأتي لك من جيبه لا يوجد الدعم ممتجة لك رامش تسمع الدعم راه رزقك راه الضرائب ديال هذه الدعم رامشي رزق شي واحد راه رزق ديال المغاربة تأتي لك سنة رفعوا الدعم على البطاقاز لأنه يمشي لعند ناس لا يوجد الدعم لأنه لا يوجد الناس التي يستحقوه وأحسب الناس يدي الناس أعرف لي الناس التي يستحقوه أعرف الناس التي لا يستحقوه أو أنتم مجهدكم صعيب أريد المخابرات التي تسمعها والبحار والأرض أحاضيين غير المعارضين لا يستطيعون أن يجيبوا إحضائيات لك لكي لا يستحقوه هذا الشيء مشدين جاء اللون ليستحقوه الدعم أجل مغربة كل مهم يستحقون الدعم جاء المغاربة يستحقون الدعم سأخذك هذه الطبقة القليلة من طلبة البرجوازية أعتمد أنهم أمامهم وراء الأغلبية في المغاربة يخصهم الدعم هذه الطبقة القليلة من الطبقة لا يمشي الناس الذين يستحقون لا سيدي كل المغاربة يستحقون لماذا لان نسبة المغاربة الفقارة اكثر من الاغنياء بعشرات المرات يستفيد من البطاة لا تأثير المغاربة كلهم يستحقون الدعم والدعم لا شيء تعطيه لهم منجيبك لا شيء ديال المالك يعطيه لهم منجيبه رشد المالك والله يمي يعطيك الريال الصفر حيث هو ما يُطير من المالك لكن لن هناك أوتشك المدخول الذي ستدخل في حياتك كلها ويجب أن يتحكي عليك بشكارة لا أحتاج أخوانا شكارة أعطينا أرزقي أعطينا أرزقي أخوانا لا أريد شكارة لا أريد شكارة سيزيدها فيك أو كرسة أو أعطينا المساعدة أخوانا تعرف واحد القضية ما هي المساعدة التي يأتي المالك أعطيها للناس؟ أرى ما هي ديالك وماذا يحسن لكم كيف يأتي ما يجيبه وماذا ترى المغاربة كيف ترى المالك يأتي كيف يفرق وأرى عمركم تخليلوا أن هذا الشيء يرزقه وماذا يأتي أحد يسرق فيكم ويأتي أعطيك هذا الشيء يأتي أعطيكم رغم رزقكم رغم رزقكم هذا الشيء يفرقوا وماذا يفرقوا رغم رزقكم المغاربة والله تكتبقوا فيها بالله لا يا راضي وعيقوا وعيقوا المغاربة وديروا شيء انقلابه وحيدا كل نظام لقد أرى في الأخبار لا تتبقى المغاربة لا تتبقى الجمهورية المغربية ولا تتبقى الولايات المتعدة المغربية لا تتبقى المغاربة لقد قدمت كثيرا وستطيع تسمع محاكمات بالإعدام فهمتي رموز الفساد المالك ومستشعرين وأعضاء الحكومات والقوضات وكبار رجال والجنرال يتحكم بالإعدام وستطيع تسمع تلك الأخبار والشعب 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 وما تردت المغاربة لا اراجع للمغاربة لا تتبقى المغاربة بسبب الحق غير خذون نعم كن بزم والإخوة المناظرين حاولوا حاولوا تنسوا داك الحزازات فهمت؟ بين هذا و تسبب هذا و لا تسبب هذا ما يسبب شيء واحد ينسى ما تهضرش عليه قال النساء انت سيدو تفوكس غير فوكس يعني ما تهتمش بشيء واحد يسبب يعني اهتم بالقضية اللي كتجمعنا وهو النضال في متيه ما يبقى ندافع على الملحيدين ولا يبقى نسب في الإسلام ولا يبقى نسب في العلمانيين ولا يبقى نسب في الملحيدين لا 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 هذا التقرب يقول له هذا شيء ما يبقى نسب في القادية كان هناك ناس يقول لك واندروا التورة واندروا دولة اسلامية لا 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 سهلا عليك اخويا ما يبقى ندر التورة كي يكون مجلس التورة هذه اي تورة تقوم من بعد التورة يأتي مجلس التورة هذا مجلس التورة يختار الناس يأتي و يكتب الدستور هذا الدستور الذي سنكتب في مجلس التورة سنضروا الدستور ان ابعاد الدين عن السياسة يعني ما يمكنش حتى شيء ما انتخاب يأتي بخلفية دينية ما يمكنش حتى واحد ما يجي يقول لكم الحزب الاسلامي لا ما كينش ما كينش حاجة دخلها في الدين في السياسة و هنضروا انتخابات و هنضروا انتخابات و هنضروا انتخابات و هنضروا انتخابات على كل حزب 500 حزب في المغرب و هنضروا انتخابات براكة يعني القانون يجي الدستور يكونوا خمسة الاحزاب و الذي يريد انضم الحزب سير انضم الخلد كل الحزب ماشي تقول لي لا انا بغيت اضروا حزب و لا انا بغيت اضروا حزب و هنضروا فلا انا اضروا البرلمان قبل انتخابات و دكال الدستور سيكون علماني لا تكون شمي و سير سير انتخابات و سير انتخابات و سير انتخابات و بلادك و الى زنان امن و الى كنت تتامن بالديمقراطية والحرية و كده اصلا اخطأ الحرية للشعب اخطأ الى اختار الى الديمقراطية و الا سير انتخدم الديكتاتورية الديكتاتورية الالحادية هادي مصطلح جديد من عندي انا اقولك بحالك بحال لا شين لا شين لديكتاتورية الالحادية يك الشينواء علمانية يك الشينواء الالحادية و الشينواء دابا الشعب عايش ما عايش في القمع عايش في تكرافيس الشركات الاجنابية و قد تلقى دوك الرؤوس نظام فلاشين ها ما عندهم ديور هنا في فلوريدا عندهم كي يجي تقول لك انا ارى الوازير فلان 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 فلاشين و قد تلقى شاري قصر فلوريدا ولكن بقية الشعب كيف يكذبوا عليه مثلا العبادية الشيوعية و الشعب و هذي و هذي و هذي ولكن الرؤوس اللي حاكم هذا فلاشين رامر اسماليين ديكابيطاليست و كانوا يطبقوا عليه الشعب يطبقوا عليه الشيوعية و العلمانية و الالحادية و كده و كده و كده ولكن هما عايشين اما ولاد مسؤولين و سير لجامعة الامريكية تلقى ولاد الوزراء و المسؤولين في النظام الصيني يقرأوا في جامعة امريكية ولكن من طبقة الفقيرة فهذه يعمل و هذا الشيوعية و ديكتاتوري عندنا موجودة ديكتاتورية و الدمقراطية عنده موجودة لديمقراطية المعين يطبق produção من المُضبق ديكتاتوري أما يقرأو في الديمقراطية من المل semaines يفضل عدة ديكتاتوري بالإلحاد. لا أريد أن تكون ديكتاتوري بالإلحاد وبالعلمان. لا أريد أن تكون ديمقراطي بالمسيحية ولا باليهودية. لنأخذ غير إسرائيل. إسرائيل دولة يهودية 100% إسرائيل دولة يهودية 100% حتى أن رئيس البرنامان اليهودي قال في واحد المقابلة أنه يتمنى تكون أن النظام في إسرائيل يكون بحل السعودية. يتمنى أن الحكم في إسرائيل يتحول بحل نظام السعودية لأنها دينية 100% ونرى مثلا المد الديني في إسرائيل. سين يصولوا النازل إسرائيل. يعني الدين في إسرائيل يعني البرنامان الإسرائيلي بدأت تسيطع عليه الطبقات الدينية. يعني هنا سنقولوا ما الذي يجعل إسرائيل متقدم أو متخلفة؟ ولكن الديمقراطية لا يوجد حدود لا يوجد قومة متخلفة يقولوا السبب للتخلف هو الإسلام ولا السبب للتقدم هو لا. الدين لا يوجد أي شيء دخل. المسؤول عن التخلف أو التقدم هو النظام الحاكم هم الناس مسؤولين. هم الذين يكونوا هم الذين يخلفوا. إذا يريد أن يرجعك دولة متخلفة يرجعك دولة متخلفة. إذا يجعلك دولة متقدمة يجعلك دولة متقدمة. وتكون المراقبة للشعب. فهلا يعني المسائل سهلة. إخوان طولتا عليكم. وتبارك الله عليكم وإلى فيديو آخر.